بسم الله الرحمن الرحيم أخي المربي أخت المربية علموا أولادكم علموهم أن الكورونا جندي من جنود الله يعبده ويسبح بحمده ولكننا لا نفقه تسبيحه علموهم أن هذا الجندي جاء لنصحح الطريق ونحسن النوايا لم يأتي لينشر الرعبة بل جاء ليذكرنا لا تحزن إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو جاء ليثبت حقيقة الابتلاء فيميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب علموهم علموهم أن هذا الجندي لم يأتي لنلبس القفازات والكمامات بل لنرتدي لباس التقوى ذلك خير لم يأتي ومعه الموت بل جاء ليحيي قلوبا ماتت وغفلت عن ذكر الله علموهم أن هذا الجندي أقعدنا في البيوت لتكون فرصة لتكون فرصة للصوم وتحسين الصلاة وتلاوة القرآن الذي هجرناه جاء ليخبرنا أن الرحمن اشتاق اشتاق لقلوب خاشعة وألثنة داعية علموا أولادكم علموهم أن هذا الجندي فيروس لا يرى بالعين المجردة ولكنه أرعب الكون بأكمله فما بالنا إذا وقفنا على أرض المحشر أمام رب العالمين علموا أولادكم علموهم أن هذا الجندي وقفت أمامه الحكومات والمنظمات والدول المتقدمة عاجزة أغلقت من أجله دور العبادة حتى الكعبة علقت طواف حولها أغلق أمام الطائفين عطلت دور التعليم علقت الأنشطة عطلت كافة مرافق الدول علموا أولادكم علموهم أن هذا الجندي جاء على بغتة وانتشر بغتة بلا سابقة إنذار ليذكرك ليذكرك أن الساعة ستأتي بغتة وأن باب التوبة سيغلق بلا إنذار وملك الموت بلا إنذار فماذا سنفعل؟ أخبروا أولادكم أخبروا أولادكم أن الصدقة تدفع سبعين بابا من أبواب البلاء وأن الدعاء يرد البلاء ويغير مسار القدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء وأن يردنا إليهم ردا جميلا وتوبوا إلى الله جميعا فيها المؤمنون لعلكم تفلحون